يقول أريد أن أعرف كيف نضم الإسلام الأخلاق مع الحيوان وكيف أمر بالمحافظة على البيئة والله ما شاء الله أسئلتكم دسمة اليوم كل سؤال يحتاج إلى درس عموما شريعة الإسلام أول من أتت بحقوق الحيوان بالمحافظة على البيئة والحديث كثيرة فيها الحيوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هره حبستها لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في هذه البهان يقول في كل كبد الرطب أجر شك إليه بعير فقال لمن هذا قالوا لشاب من الأنصار فأمر الله سلم بطلبه فأتي فقال إن هذا يشكوك يقول بأنك تجيعه وتطيل العمل عليه اتقوا الله في هذه البهان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فجاءت حمر طائر يرفرف بجناحيه فقال من فجع هذه بفراخها فقال صحابي أنا قال ردوا عليها فراخها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة ولذلك الفقه يقول ما تذبح ذبيحة أمام ذبيحة ما تذبح ولا ترى السكين ما يعني ترفع السكين أمامها أي رحمة هذه وين موجودة هذه غير موجودة إلا في شريعة الإسلام ولله الحمد والمن ذكر أنه سلم نبيا فرصته نملة فأمر بمتاعه فرفع وأحرق قرية النمل فعاتبه الله قال هل لا نملة واحدة؟ هل لا نملة واحدة؟ ذكره أنه سلم في إشارة إلى أن يعني وجوب التعامل حتى مع النمل المؤذي تعامل شرعي شرعي حتى الحيوانات الآن تحتاج إلى العلماء لماذا؟ لأن العالم هو اللي يبين كيفية التعامل مع هذه الحيوانات